اهلا بكم من جديد اكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زيد الزياني ان الوزارة ماضية في خططها التطويرية للارتقاء باداء القطاعات التجارية والصناعية والسياحية وذلك انطلاقا من تنويع مصادر الدخل وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني ليكون تنافسيا بتوجه عالمي مع تسخير التكنولوجيا والابتكار ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقد اوضح الزياني في استعراضه لابرز مؤشرات اداء الوزارة لعام 2018 ان العام الجاري شهد الكثير من المنجزات في عمل الوزارة مع اصدار حوالي 15 الف سجل تجاري و84 الف سجل تراكمي نشط والتعامل مع 2.8 الاف شكوى عبر حماية المستهلك اضافة الى اجراء 30 الف معاملة فحص معادن واحجار كريمة كما استحدثت الوزارة مركزا للتفتيش والذي تمكن من اغلاق 33 محلا تجاريا مخالفا وإحالة 106 حالات للنيابة العامة وقد بيّن الزياني ان الوزارة تعاملت مع 59 ترخيصا صناعيا باجمالي حجم استثمار صناعي بلغ 56.3 مليون دينار مع رصد 168 مخالفة في المناطق الصناعية اما القطاع السياحي فقد سجل خلال العام الجاري زيادة في عدد الزوار الدوليين ليصل الى 10.3 مليون زائر وتسجيل 9.8 مليون ليلة سياحية بزيادة 22% عن العام الماضي في عام 2018 بالإضافة للإنجازات اللي قمنا فيها على الأداء اليومي أعتقد كان أهم شيء عندنا أنجزنا في هذا العام في قطاع الصناعة هو التركيز على مؤسسات صغيرة والمتوسطة فتم موافقة مجلس التنمية الاقتصادية برئاسة سيدي صاحب السموة للعهد على الخطة الوطنية لدعم هذا القطاع في فبراير من عام 2018 بالنسبة لقطاع التجارة طبعاً 2018 أطلقنا برنامج سجلات 2.0 سجلات أطلق في عام 2016 وكان في وقت قفزة نوعية في هذا المجال في تسجيل الشركات وإذا لاحظنا أرقام السجلات التجارية والمعاملات في السجل التجاري شهدت نمو ملحوظ في عام 2016-2017-2018 ولكن بتوجيه أيضاً من سيدي صاحب السموة وللعهد نحن نطمح دائماً أن نرتقي بخدماتنا ومنتجاتنا من الوزارة فقمنا بعمل دراسة مع القطاع التجاري لأخذ معطيات منهم الأشياء التي يمكن تحسينها أيضاً في نظام سجلات على صعيد آخر أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زيد الزياني التزام الوزارة بدورها في مراقبة الأسواق التجارية عن كثب وبصورة يومية استعداداً للمرحلة الجديدة والمتمثلة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة اعتباراً من 1 يناير 2019 أهلاً لأوامر سيدي صاحب الجلالة قمنا بالأمس باجتماع في وزارة المالية بحضور معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتطرق لهذه المواضيع بحيث أن نحن نلبي رؤية جلالة الملك أن المرحلة الانتقالية كأي مرحلة انتقالية لا بد أن يكون فيها تحديات وأمور لازم تعالج أن نعمل عن قرب أن نراقب التحول في هذه المرحلة بحيث نضمن أكبر سلاسة وأقل ضرر على الاقتصاد الوطني طبعاً البحرين راعت هذا الشيء منذ البداية طبقت 94 الحد الأقصى للاستثناء الضريبة ل94 سلعة أساسية منها التعليم منها الصحة منها الأغذية الأساسية ونستمر في هذا العمل عن قرب مع غرفة التجارة لإنعكاس الواقع في الشارع والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعقدات هذا اليوم ونبدأ كالمعتاد مع بورصة البحرين حيث أقفل مؤشر البحرين العام بارتفاعاً نسبته 0.40% مقفلاً عند مستوى 1318 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار والخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم خمسة ملايين وستمائة وخمسة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وخمسين سهم بقيمة إجمالية قدرها ثمانمائة وأربعة آلاف وأربعمائة وخمسة وتسعين ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال مئة وتسع صفقات وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهم المتداولة ما نسبته 71.21% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البرصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7710 نقاط بانخفاض بلغت نسبة 0.900% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4817 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.34% أما بالنسبة لسوق البيل المالي فقد أغلق عند مستوى 2468 نقطة كما هو مضح على الشاشة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.6% ارتفعت واردات الصين من الخامس السعودي إلى 1.596 مليون برميل يومياً في نوفمبر لتتصدر المملكة قائمة أكبر موردي الخام إلى الصين وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين أن روسيا جاءت في المرتبة الثانية بتوريد 1.593 مليون برميل يومياً من الخام إلى الصين في الشهر الماضي وكانت بيانات الجمارك الصينية قد أظهرت أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال سجلت مستوى قياسياً في نوفمبر مع توجه التجار لشراء الوقود في ظل زيادة استهلاك الأسر والشركات لأغراض التدفئة في أشهر الشتاء الشديدة البرودة وبلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 5.99 مليون طن في نوفمبر النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل كوريا الجنوبية تفرض غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مصنع السيارات الألماني بي أم دي بيو تستهدف مصر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يومياً في السنة المالية 2019 و2020 حسب ما قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وذلك بدعم من زيادة الإنتاج المتوقع من حقل ظهر ومن مشروع شمال الإسكندرية ومن مشروعات أخرى حيث بلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يومياً في يوليو الماضي وكانت شركة إيني الإيطالية قد اكتشفت حقل ظهر عام 2015 وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز وفي هذا السياق قال طارق الملة وزير البترول المصري في يوليو أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية العام الجاري جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثقته في وزير الخزانة ستيفن مينوتشن وسط ما خوف بشأن ضعف الاقتصاد وهبوط أسواق الأسهم وفي نفس الوقت عاد ترامب لانتقادي المجلس الاحتياطي الاتحادي وسياسته محذراً أن الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية وتأتي تصريحات ترامب بعد اجتماعات عقدها مينوتشن مع جهات مالية تنظيمية لبحث مسألة هبوط أسواق الأسهم بالإضافة إلى محادثات مع كبرى البنوك الأمريكية للتأكيد على وضع السيولة المالية كشف مسح حديث أن ثقة الشركات في الصين تراجعت لأدنى مستوى في عام ونصف خلال الربع الأخير من العام الماضي وأظهرت نتائج المسح الصادر عن بنك الشعب الصيني أن مؤشر ثقة رجال الأعمال تراجع إلى 67.8% خلال الربع الرابع من العام الحالي وهو أقل بنحو 3.4% عن أرقام الربع الثالث السابق له وتعتبر قراءة الربع الأخير من 2018 هي الأدنى منذ الربع الثاني في عام 2017 وفي مسح آخر أجراه البنك المركزي الصيني كشف انخفاض عدد الأسر الحضرية التي تعتقد أن أسعار المنازل سوف تستمر في الارتفاع خلال الربع المقبل والآن نترككم مع أبرز مؤشرات أسعار النفط والمعادن الرئيسية أعلنت كوريا الجنوبية أنها فرضت غرامة قدرها 10 ملايين دولار على مصنع السيارات الألماني بي ام دابليو بسبب مماطلته في سحب سيارات تعاني من خلل في محركاتها أدى إلى اشتعال بعض منها وقد تصدرت صور لسيارات بي ام دابليو تشتعل فيها النيران أبرز الأخبار في وسائل الأعلام الكورية الجنوبية هذا الصيف وقد سحبت بي ام دابليو أكثر من 170 ألف سيارة في كوريا الجنوبية بسبب مشكلات في نظام تبريد أنابيب العوادم مما تسبب في بعض الحالات باشتعال المحركات وأعلنت المجموعة الألمانية في أغسطس الماضي عن سحب 480 ألف سيارة من الأسواق الأوروبية وبعض البلدان الأسيوية بما فيها كوريا الجنوبية اشتركوا في القناة